موسيقى ازايكم يا اصحابي وحشدوني جدا بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تحطوا لايك وشير وسبسكرايب واهم حاجات فعلوا زرار الجرس عشان يوصلكوا كل فيديوهاتنا الجديدة والحلوة ويلا بينا عشان نبدأ الفيديو مش هتذكري ولا ايه يا شفا لا طبعا مش هذكر عادي زي كل سنة هروح الامتحان وانتي هتغششيني بس يا شفا مش هينفع كده لا طبعا هينفع عادي وزي كل سنة وبرضو هجيب نفس المجموع بتاعك وانا مش هكون مذكرة على فكرة يا شفا انا بعمل كل ده عشان انا عايزيك تجيبي نفس المجموع بتاعي وكمان انا عارفة ان الغش حرام وخلي بالك لو انا ما قدرتش اغششك في الجمعة يبقى دامش زنبي عشان ده اخر ابتحان بكرة وبعدين هندخل الجمعة فدامش زنبي ماشي 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 خلينا نفكر في الامتحان بتاع بكرة عشان نخلص من المدرسة دي وبرضو لما ندخل الجمعة انتي هتغششيني طب فريدي بقى لو ما عرفتش هغششك انتي مش هجيبي درجة كويسة وماما هتزعل منك جامد عشان هي نفسها ان احنا نطلع ده كاترة اه يا ستتي مش مش مشكلة مش هفكر في الجمعة دلوقتي خلينا نخلص من الامتحان بتاع بكرة طيب براحتك يا شفا وانا هزاكر يلا يا ولاد كل واحد يبتدي حل الامتحان بتاعه يلا عنيكو في ورقتكو سجدة سجدة يلا يا سجدة افتح الورقة بتاعتك عشان اشوف انتي بتكتبي ايه واكتب زيك بالضبط ماشي ماشي يا شفا وحزبي للمستر يشوفك وانتي بتغشي من عندي طيب طيب ما تقلقيش بس يلا افتحي ورقتك خلينا نكتب زيك ماشي استني هفتحها دلوقتي ودلوقتي يا ولاد بعد خلاص من الامتحان خلص هتاخدوا النتيجة دلوقتي واول اتنين طلعوا معنا وجابوا 100% سجدة وشفا ه przysz وبعضين يحيى جاب 99% يا سلام يا سلام وبعضين عندنا إيمان وجاب 98% يا سلام يا سلام شكرا يا مستر وبعضين بعدها محمد جاب 97% يا سلام يا سلام متشكر يا مستر وآخر واحدة وجابت برضو نتيجة حلوة هي بوسي وجابت 95% يا سلام يا سلام شكرا يا مستر ويلا يا ولاد استعدوا بقى عشان تدخلوا الجامعة انتوا كده خلصتوا المدرسة بالتوفيق ان شاء الله ان شاء الله يا مستر انا مبسوطة قوي يا شافة عشان احنا ننوح نفس الجامعة وانا كمان برضي يا سجدة عادي هتبقى زيها زي المدرسة ايه يعني مش هيكون فيه اختلاف المهم ان احنا نخلص وخلاص انا ما بحبش المذاكرة دي ابدا وبردو هتغششيني في الجامعة بص يا شافة انا لو ما انجحتش ان انا اغششك في الجامعة يبقى دي غلطتك انتي مش غلطتي انا تمام ويلا بقى نحن فرح بابا وماما ماشي ماشي خلاص ما تعدش تتكلمي كتير هيا بنات عملتوا ايه طمنونا انا وماما قاعدين قلقانين على نتيجتكو جدا عملتوا ايه احنا جمنا مية في المية الحمد لله يا سلام هم دول بناتي الف مبروك يا ساجدة انتي وشافة كويس جدا عشان تدخلوا انتوا الاتنين جامعة واحدة ايوة طبعا انا اصلا ما اقدرش يسيب ساجدة ابدا انا وهي بنذاكر مع بعض ولازم نخش كلية واحدة مش كده يا ساجدة ايوة بالظبط كده يا ساجدة يلا يا ولاد يلا خشوا قدتكو عشان تفرحوا بناجحكو ماشي هونتي ليه جددت عليهم يا ساجدة الكدب حرام يعني كنت عايزاني اقول لهم ايه يعني يا ساجدة ان انا بغش منك كل سنة وانك تمالك كل ده مش بمجهودي مايفعش اقول لهم كده خلاص بقى هدينا هنخش الجامعة مع بعض طيب يا شافة طيب لما نشوف اخرتها ها ايه رأيك يا ساجدة في الفساتين اللي احنا لابسينها هيا دي الفساتين ولا بلاش مش اللبس اللي احنا كنا لابسينه اقعد انت يفقري في الفساتين وبس وايه اقعد يغش مني يا ستي قلتلك ما بحبش اعمل حاجة وما بحبش اذاكر ماشي لو انت معرفتش تغشي في الجامعة مني خلاص ما ليش دعوة اتمنى تكونوا كلكو فهمتوا الدرس اللي انا شرحته لكو واهلا بيكو تاني في الجامعة اه انا مش عارف يا بنتي انت من ساعة ما قاعدة وانا عمالة بشرح وانت عينك في اللابتوب انا ما طلبتش منيكو انكو تفتحوا اللابتوب انت فتح اللابتوب بليه اه انا لا لا ابدا ده انا كنت بكتب المحاضرات اللي حضرتك كتبتها على اللابتوب بس انا ما طلبتش انك تكتبوا المحاضرات على اللابتوب انا عمالة بشرح على البورد وكمان هناك على الشاشة لازم كلكم كنت تتبصوا على البورد وعلى الشاشة ولو في حاجة كانت تتكتب كنت تكتبوها في أي كراسة أو أي كشكول وأظن كل زمالك فهمه لكن أنت ما كنتش مركزة معايا أيوة أيوة بس أنا كنت بكتبه على اللابتوب أنا فهمت كل الدرس طيب تعرفت قوليلي المعادلة اللي أنا شرحتها دلوقتي معادلة؟ معادلة إيه؟ لا لا طيب أنا هشوفها على اللابتوب وأقولها لك شكلك كده ما كنتش مركزة أصلا وريني اللابتوب كنت بتعملي في إيه؟ إيه ده؟ أنت كنت بترسمي أثناء الحصة؟ هو ده المعادلة اللي أنت قلتلي إن أنت كتبتيها؟ إيه ده؟ ده تصرف غير مسؤول وإنت في جمعة دلوقتي لازم تعرفي إزاي تتصرفي أنت معطيش في مدرسة حاضر حاضر دي أول وآخر مرة مش هعمل كده تاني اتفضلوا كلكم دلوقتي خلاص المحاضرة انتهت عجبك كده يا شفا أدي الدكتور هزاك في أول محاضرة لنا وإنت قاعدت تلعبي على اللابتوب وكمان إحنا كباري مش صغار يعني تخيلي؟ خلاص يا ستي مش مشكلة بقى أنا سرحت على اللابتوب وعاد تلعب دايما برعب دايما هعمل إيه يعني؟ ماشي وخلي بالك يا شفا إن فيه متحانة المحاضرة الجاية هتعملي فيه إيه؟ مش هعمل حاجة عادي زي كل مرة هغش منك طيب يا شفا لما نشوف أخراتها تعالي بقى نشتري حاجة نكتفتري عشان أنا جعانة استني استني شايفة اللي هناك اللي قاعدين دولة مش عارفة من ساعة ما شفتهم وأنا محبتهمش أبدا بقولك إيه؟ مش عايزين نتكلم معاهم أبدا بقولك أنت شكلك أصلا مش عايزة تصاحبي حد أنا مليش دعوة بك أنا هصاحب الناس مش هفضل كده أنا خلاص تحبيهم إنتي بس أنا عن نفسي مش هتكلم معايا حد تعالي نشتري حاجة من الكفتريا أحسن ماشي يلا بينا لو سمحت أنا عايزة سندواتش من دي وحاجة سقعة يعني وأنا كمان أنا عايزة تطبق فيه أي حاجة فاكهة أو كده من اللي موجودة عندك وكمان قهوة من هنا ماشي ماشي هجب لكم اللي أنتو عايزينه اتفضلوا عضو وأنا هجب لكم كل حاجة أهلا إزايكم إحنا قلنا نيجي نتعرف عليكم عشان معرفناش نتعرف عليكم في المحاضرة أنا اسمي يحيا وأنا اسمي نادين وأنا بقى اسمي سارة وأنتي اسمك إيه؟ أهلا وسهلا بيكم أنا اسمي سجدة أهلا أهلا طيب وأختك التوقم مش دي برضو أختك التوقم هي مش عايزة تتعرف علينا ولا إيه؟ الصراحة هي مش عايزة تتعرف على حد سيبكوا منها وتعالوا معايا أنا إنتي متواضعة جدا أهلا بيك يا سجدة ماشي إحنا هنتكلم معاكي مش عايزين نتكلم مع أختك اللي مش عايزة تتكلم معادي آه أف وبعدين بقى هما كمان عمالين يتكلموا علي وعايزين يتعرفوا علي بالعافية لا لا إحنا مش عايزين نتعرف عليكي بالعافية ولا حاجة خليكي زي ما أنت إحنا بس عايزين نكون صحاب وخلاص لكن ترى ما أنت كده خلاص مش عايزين نكون أصحابك بس يا شفا أطلاح إيه اللي إنتي عمقتيه ده؟ خلاص خليك أنت بقى معاهم وروح تتكلمي معاهم واستبيني بقى أنا عشان عايزة روح أعود لوحدي ماشي بروح تتك تعالوا أنه إحنا تمشى شوية يلا بينا إيه رؤيك في المسكن الجامعي يا شفا بصي ده حلوة قوي إيه رؤيك فيه؟ ولا حلوة ولا حاجة عايزة يعني يلا هنتطر إنباد فيه عشان بس الجامعة بعيدة عن البيت بتاعنا مش مشكلة بس ده هو مش حلوة قوي وبعدين كفاية اللي إحنا هنعود معاهم دول كمان وأنا مش عايزة أتعرف عليهم وقى صوتك يا شفا الله طيب طيب يلا بينا يا سجدة عشان نذاكر عشان الامتحان بتاع بكرة الدكتور ما أكد عليه أنه هو امتحان مهم جدا ماشي يلا بينا يلا يلا ده أنا أحضر لكم أسئلة كتير عشان نجاوبها مع بعض ونذاكر حلو جدا مع بعض يه خلصت يا بنات أنا خلصت مذاكرة ها وأنتو كمان خلصت الأسئلة وكل حاجة عندكم أيوة أنا خلصت وأنا كمان خلصت كمان وخلصت كل الأسئلة اللي في الكتاب يا سلام يا سلام إحنا كده مستعدين الامتحان بتاع بكرة أما الزجدة شافعة ما بتذاكرش معنا ليه دي حاجة جريبة جدا آآ آآ هي تلاقيحها بتذكر لوحدها يعني أختك دي مش زيك خالص يا ساجدة خالص وكمان بتقول علينا حاجات وحشة عموما مش مشكلة طيب خلص يلا نحط الكتب على جنب يا سلام على الراحة يا سلام على الراحة يا سلام ما أحلى الراحة أختك مش بتذكر ولا حاجة إيه دا يا ساجدة دي حاجة غريبة جدا أمال هتروح في الامتحان بكرة تعمل إيه دي عمالة بتسمع أغاني وبتلعب خلاص خلاص ما عرفش مش مشكلة ما لنش دعبة خلينا إحنا إنو إحنا عضي يلا يا أولاد كلكوا تبدأوا حل الامتحان دلوقتي الامتحان سهل وبسيط ومش هياخد منك وقت كبير بس شوية تركيز وخلوا بالكوا ما فيش غش المكان مزود بالكاميرات ساجدة يلا يا ساجدة افتح الورقة بتاعتك وابدقي حل وأنا هكتب كل اللي إنتي هتكتبيه هو إنتي ما سمعتيش يا شافة إن المكان مزود بالكاميرات افتحي بقى يا ستي مش مشكلة ما حندش هيشوفنا يلا يلا ماشي يا ستي ماشي أهو خلاص يا أولاد كده فات ساعة مدة الامتحان خلصت كل واحد يسلم ورقته ويتفضل يحيا ثارة تعالوا هنا أنا عايزة أقول لكم على حاجة مهمة جدا فيه إيه؟ فيه إيه يا نادين؟ أنا شفت شافة وهي بتغش من ساجدة كل حاجة وكتبت منها كل حاجة في الورقة عشان أنا كنت قاعدة فوقيهم وحاجة غريبة جدا جدا ساجدة كانت عادي كانت فتحالها ورقها ومفيش أي مشكلة عشان كده عشان كده أيوة إمبارح شافة ما كانتش بتذاكر وكانت عملة تسمع أغاني أنا كمان ما كنتش مرتاح لها خلاص تعالوا نروح نشتكي للمديرة عشان شافة دي لازم تاخد جزاقها ولازم تعرف إن الغش حرام يلا بينا تعالوا نشتكيها للمديرة عشان تشوف الكاميرات وتتأكد إن هي غشاشة فعلا يا أولاد كلامكو كله مصبوط أنا راجعت كل الكاميرات المرأبة اللي عندي وتأكدت إن هي شافة غشت كل حاجة من أختها سجدة وده معناه إنها لازم تتعاقب على عملتها دي لإنها لازم تعرف إن الغش حرام أنا متشكرة جدا يا أولاد اتفضلوا أهلا بيكو في السنة الدراسية الجديدة لكل أبناء الأعزاء في الجامعة الحقيقة دكتور حسني بيشكر فيكو جدا وبيقول إن انتو دفع هيلة جدا جدا وهتكونوا دا كترة رائعين بس لازم لدا كترة عشان يطلعوا ممتازين في مجالهم ما يكونوش بيغشوا والحقيقة إن أنا عرفت إن فيما بينكم حد غشاش في الامتحان الحايا يا شافة أحسن تكون شافتك وأنت بتغشي والتلك ما تغشيش مني أيوة أيوة يا سجدة أنا خايفة جدا خايفة قوي 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 أحسن تكون شافتنا الحقيقة اللي غش في الامتحان أنا طبعا شفته من كاميرات المراقبة ودكتور حسني قال لكم نبه عليكم محدش يغش لإن إحنا بنطلع جيل ما ينفعش أبدا إنه هو يغش يا سجدة الحقيقي يا سجدة أحسن هتقول اسمي دلوقتي أنا دلوقتي مش هقول اسم اللي كان غشش في الامتحان وهتديله آخر فرصة اللي غش في الامتحان عارف نفسه يجيلي بعد الجلسة دي ما تخلص في المكتب عشان إذا ما جاليش هتطر إن أنا أفصله وأحرمه من التعليم والجمعة روحي على المكتب بتاعها بسرعة ينشفة يلا هروح هروح يا سجدة أنا خايفة جدا جدا أنا عارفة إن أنا غشت كل حاجة منك أكيد الكاميرا شفتني فيها أهلا يا شفة أنا كنت عارفة إن أنت جايلي المكتب اتفضلي عودي أيوة أنا جيت لك المكتب يا حضرة المديرة عشان عارفة إن أنا لغشاشة اللي كنت بتتكلمي عنها أنا أسفة جدا أنت تعودتي تغشي عشان تعودتي تغذي كل حاجة بسهولة من أختك الشطرة سجدة وده وحش جدا كان لازم تعرفي الحاجة من الأول قيمتها ومعناها واتقدريها كويس جدا أنا عرفت عرفت كل حاجة يا حضرة المديرة أول ما قلتي الغشاش اللي كان موجود في الامتحان عرفت إن أنا على طول عشان عارفة إن الغشاش ده هو أنا طبعا لإنك تعودتي على الحاجة إنك تغذيها بسهولة عشان كده عارفة إن كنت الغشاشة أيوة أنا فعلا كنت أنا الغشاشة واللقب ده لقب حلو عشان تكون ليك يا شفا لا لا ده لقب وحش جدا وأول ما سمعتك بتقوليه كرهته وكرهت نفسي كمان لا يا شفا لا ما تكرهيش نفسك لازم تتعودي تحبي نفسك وكمان تقدري كل حاجة بتعمليها عشان تكوني فهمة كل حاجة كويس لكن لو ما فهمتيش الحاجة وما قدرتيش معناها مش هيكون ليها معنى في حياتك فهمتي يا حضرة المديرة فهمت وعرفت إن أنا مش لازم إن أنا غش أبدا أبدا ولازم أعمل الحاجة أنا بنفسي عشان أقدر معناها وقيمتها خلاص يا شفا دلوقتي أنا تأكدت إن أنت هتكوني واحدة تانية خالص وعارفة كمان ومتأكدة إن أنت لا يمكن تغشي تاني أبدا مش هرش مش هرش تاني خالص خالص عشان لا يمكن أبدا أكون لقى بالغشاشة وأكون في وسط صحابي بالشكل والمانظر ده وكمان ما ينفعش إن أنا تفصل من الجامعة اللي بابا وماما كانوا فرحانين جدا إن أنا هدخل فيها ها ها الحمد لله يا شفا إن أنت عرفتي المعنى ده يلا اتفضلي على محاضراتك طمين يا شفا عملتي إيه الحمد لله الحمد لله يا سجدة المديرة مفصلتنيش وكمان سمحتني لما لقيتني خلاص ندمانة ولا يمكن أعمل كده تاني أبدا أنا كنت خايفة جدا لتقول إسمي برا وكمان يكون شكلي وحش وأنا متشكرة لكم جدا أنتوا فعلا روحتوا اشتكتوني للمديرة بس الشكوى دي كانت في صالحي عشان علمتني إن أنا ما غشش أبدا أبدا ماشي الحمد لله الحمد لله يا شفا إن انت خلاص مش هتغيش تاني وكمان هنكون صحاب مع بعض وللستة كمان مش هنكون صحاب لا لا بعد كده هنكون دايما صحاب مع بعض يا حبيبتي يا شفا يا حبيبتي يا أختي يلا تقوم بيديو المهاردة عادتكم من أصحابه ولو عادتكم مش عملوا لايك وعملوا اشتراك كتير كتير ويلا وعملوا اشتراك كتير وأخسرك كتير tiver 오يمة